لو سألتني عن مباراة فرنسا والارجنتين هقولك ان فرنسا تكسب فرنسا تكسب كاس العالم فرنسا اقوى منتخب في العالم بمسافة مش قليلة عن كل المنتخبات بما فيهم المنتخب البرازيل اللي خرج مبكرا قوية في كل الخطوط كل الخطوط فيش خط واحد ضعيف بس الارجنتين ميسي وميسي اقترم من الحلم وهو ده اللي هيخلي المباراة ممتعة وجميلة ورائعة ما فيهاش يعني مين بقى هيكسب ما تعرفش ومرة اخرى في ناس مزالت على سوشال ميديا يعني مش بس في مصر في العالم كله حتى الخناقة بتاعت ميسي وكريستيانو يا رب ميسي يخسر يا رب الارجنتين تخسر عشان يحب كريستيانو في ناس تانية يا رب ميسي يكسب يا رب الارجنتين تكسب عشان يتخطى كريستيانو يا ناس يا عالم يا هو ميسي كسب ميسي خسر هتيجي تقول حصل كده خلاص ميسي مش اسطورة كريستيانو خرج من كاس العالم كريستيانو ننضه مش اسطورة مش لقى بعظيم يوني الميسي مش لقى بعظيم فريق بتاع كريستيانو بس دايما بقوله انا محظوظ ان انا من الجيل اللي عاش ليوني الميسي ما قدرش اقول ليوني الميسي لعيد مش كويس ما قدرش يزعل لو ليوني الميسي رفع كاس العالم بالعكس بقى ده كمة العدالة ان ليوني الميسي يرفع كاس العالم في اخر مشواره كمة العدالة بس كورة يعني كفريق قدام فريق فرنسا تكسب بس هو في حقيقة الامر هي الارجنتين في هذه البطولة ما بتلعبش فريق قدام فريق هي بتلعب بميسي قدام اي فريق ميسي كل حاجة كل حاجة هو تسجيل الاهداف هو صناعة الاهداف هو المحرك اللعب هو كل حاجة في المنتخب الارجنتيني وشوية لعبين كويسين لكن فرنسا قوة غاشمة قوة غاشمة النهاردة فرنسا في التحولات من الدفاع الهجوم لما كانت المغرب ضغطاهم بيعملوا تحولات هجومية سريعة بعدد كبير من اللعبين حتى كنت تبفرج مع بعض من اصدقائي بقول لهم دول طالعين غارة مش طالعين هجمة يخوفوا سرعة ومهارة وتحرقات والتكتيك محترم في كل هجمة مرعبين منتخب فعلا قوة جدا مرعبين